حروب مستمرة خاضها ويخوضها العراق منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 رفعت نسبة الأيتام فيه فقد ذكرت المنظمات الدولية أن العراق يضم النسبة الأكبر من الأيتام قياساً بعدد سكانه فيما أشارت منظمات المجتمع المدني في العراق إلى أن عدد الأيتام تخطى خمسة ملايين العدد الكبير هذا كشفت عنه ووثقته جهات حكومية مؤخراً على لسان النائب عبد الأمير نجم الذي تحدث عن ملايين خمسة من اليتامة أحصتهم وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات الأمم المتحدة تحدث النائب كذلك عن وجود شرخ كبير في القوانين التي تصون حقوق اليتامة وتحفظهم من الضياع والاستغلال ووفق منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأممة والتفولة يونسيف فإن العدد يقدر بأكثر من خمسة ملايين وسبعمائة ألف يعاني معظمهم من الفقر والمرض وهم يشكلون خمسة بالمئة من الأيتام في العالم ما ينذر بكارثة إنسانية ومجتمعية وسط حالة الفوضى والواقع المرير الذي يعيشه العرب هذا العدد الكبير من الأيتام ضحايا الحروب والقتل اليومي الذي فتك بذويهم يعيش معظمهم تحت خط الفقر بلا تعليم ولا مأوى ويعانون من الأمراض النفسية والجسدية كما أنهم أصبحوا ضحية الإهمال الحكومي لعدم وجود ما يؤمن مستقبلهم ويحميهم فأقحموا في سوق العمل قسرا وباتوا عرضة للابتزاز والمتاجرة بهم إضافة إلى زجهم في المجاميع المسلحة والميليشيات ويؤكد مختصون أنه برغم العدد الكبير للأيتام في العراق فأن الدور الحكومية المخصصة للأيتام لا تضم في أروقتها سوى 700 يتيم فقط فيما يعيش البقية مشردين في الشوارع أو مع عوائلهم في فقر متقع اشتركوا في القناة